أهلاً من جديد مشاهدين العزاء نتوصل ونمضي مع كل مشاهدين وكل أصدقائنا وإنما كانوا عبر صباح الشروق ينضم إلينا الآن لنفتح صفحة الرياضة الزميل الإعلامي الصحف والمحلل سامي درناس أهلاً بك صباح الخير صباح الخير عليكم الزملة حسام وحمزة وصباح الخير على كل مشاهدي غناة الشروق أتمنى أنه نقدم ما هو مفيد حنشوف أجمل الأهداف وثم نيلي أجمل التحليل معك يا سامي مباشرة يا السلام شكرا زبيل أحمد محمود على اختيرة الجميلة الأهداف يعني ما هذا نعمل فيه زول حريف وكده وقل رجعتنا بذلك الأهداف جميلة سجلناه ما هو استغنى فالموضوع علينا يعني لشان حنزة ما يقلس أقرأ في الحتة دي حارة العموم مرحب مرة تانية بسبب الرأس والأهداف هي مضعة كرة القدم إذا ما خرجنا من المشاكل الإدارية وإذا حدث التوافق في إدارات الأندية في السودان وحتى مشينا لدرجة التراخصة الاحترافية في أنديتنا نبدأ بالهلال ولجنة التطبيع الكاردنال يعتذر وهناك أيضا كثير جدا من ما يدور في البيت الأزرق بسيرة أمام الاتحاد ما بين الشد وجذب في الهلال نعم أنا أتفق معاك أنه يعني المشهد الهلالي يتغير في كل ساعة تحصل مستجدات وهكذا لكن غضية لجنة التطبيع هي غضية تخص في المقام الأول اللجنة الغانونية باتحاد كرة القدم السوداني اللجنة الغانونية دي هي رأسها البروف محمد جلال وفيها خمس أعضاء من بينهم محمد سليمان حلفة هم أديل أهل الإختصاص المختصين في أنه يطلع منهم الغرار بتعليجنة التطبيع كده لكن في إطار المشاورات ومع الأسرة الهلالية وكل أهل الغبيلة الرياضية يعني البروف الشداد يغود المبادرات ويخترع وينظر في الغائمة التي يتصلوا من أجل تحديد من سيغود الهلال في تقدير أنه وجود البروف الشداد على رأسة الاتحاد ممكن يسهل المهمة في تنقيح واختيار غائمة مثالية تغود النادي في الفترة الانتقالية هناك أيضا جدل كبير جدا في الاتحاد يعني بعد قبول الكاردينال لأجنة التطبيع لثلاثة الشهور مع الهلال اعتذر وكان الجدل حول قبول أيضا الاحتذار من قبل الكاردينال إلى أين يتجه مشهد نادي الهلال؟ والله حسب المعلومات والمتوفرة والتسريبات تقدر تربط الأحداث مع بعض تقول أنه يعني هناك الضغوط مورسة على الكاردينال من غيب الاتحاد السوداني لكرة الغدم والهيئة الاستشارية غدمت له كمية من الرجاءات والوساطات من أجل أنه يغود الهلال في المرحلة التطبيع لثلاثة شهور نظرا للإمكانيات المالية والأعباء الكبيرة الممكن تواجهها الليلة الجاية الناس كانت طلبت من السيدة شرف أنه يتولى زمام الأمور المالية وتكوين لجنة التطبيع فيها شخصيات غيادية يمكن أن تسهم في ما يتعلق بإعداد النظام الأساسي والترتيب لجمعية عمومية انتخابية وهكذا يعني طيب سامي معاليش حسام الكاردينال ذكر من خلال خطاب الوجه أيضا للاتحاد إنه جاهز لتلبية كل متطلبات نادي الهلال أرضا وجمهور برضو وتحقيق كثير جدا من الاستقرار جوى النادي لأن النادي كثير جدا من اللاعبين عايزين مستحقاتهم ولسه في العايز يفسخ العقده في المشأة الصنسافر بدون ما ياخد مستحقاته إذا كانت الآن الأزمة هي ظاهرة بالنسبة للكاردينال فالمساعدة ليه ما تكون من الآن يعني والله زي ما ذكرت لك وقالت لك أنه الهلال الغضايا فيه بتتطور في كل ساعة على كل رأسها بتظهر إشكالية جديدة سواء على المستوى الإداري سواء على المستوى الفني وتأكيدا لحديثك ده الآن جمال سالم غادر لبلاده يمكن له خمسة ستة يوم ويعني أقدم شكوى ضد نادي الهلال مطالب بمستحقات مالية يعني تغدر بحوالي 290 ألف دولار عبارة عن رواتب ستة شهور واضح أنه فيه يعني فيه رواتب ما سددت اللاعب لم يستلموا مستحقاتهم لفترة فزي ما قلت لك جمال سالم هو نموذج للاعب لم يستلموا مستحقاته فأحيانا صراع الإداري فيه فنيات يحاول أنه المجلس الفات يعني يترك تركة صغيلة على اللجنة الجاية في إطار أنه تعجيز وضع المتاريس أمامه لما شابه ذلك يعني لكن في النهاية المتضرر الأول هو الفريق نعم قضية المحترفين أيضا متجددة دائما نراها أمثلة كثيرة جدا عماد محسن الآن يعني نتحدث عن مبلغ خرافي يريده كاديو وكثير جدا من الأسماء هذا الملف أيضا ملف شاي ملف المحترفين دائما ما يغادرون فسخ العقد الشرط أو الهروب كيفما شاء يعني أو كيفما شاءت الظروب غادر المحترف وكمية كبيرة جدا من الدولارات بعض الشكوى من الفيفا تذهب خلفه يعني هباء والمحسن الزيرو ما في أي إنجاز نعم استفهام على الإستفاة كبيرة جدا ماذا قدم هذا المعترف مقابل هذا يعني كيف يقدر هذه القضية واحدة من إشكاليات الإدارية في السودان هي فلسفة التعاوض مع اللاعبين الأجانب وهكذا يعني دائما أنا في تقدير أنه الهلال والمرخ بسمعتهم بمشاركتهم الأفريغية هم أكبر من أي لعب وقد يكون اللعب للهلال والمرخ هو طموح يعني كثير من اللاعبين الأفارغة في الغار هنا فأنا استغرب جدا من الناس اللي يتخط الاتفاقية بين اللاعب والنادي دائما بتضع النادي في المرحلة الثانية واللاعب في المرحلة الأولى وحتى ممكن اللاعب يمشي ما يدفع شرط الجزائر لكن النادي يعني دائما ملزم بشرط كبير أيوة أيوة وتكررت زي ما ذكرت تكررت مثلا في نادي الهلال أكثر من مرة آخرة عماد محسن زي ما ذكرت والآن جمان سالم فهي واضحة جدا أنه مسألة بتاعد عقود الناس لسا ما اكتسبت الخبرة الكافية في سياغة العقود بين اللاعب والنادي وكيف تحفظ حبوق النادي لأنه في أسماء يعني ما بتقدم أي شيء وفي النهاية بتخم القروش بالدولارات وبتمشي والمزألة دي صعبة يعني بترهغ الأندية كثيرا وزي ما قلت لك إنه فيها زكاء أو خبص إداري الآن المجلس بيحاول يرمي في تركة سغيلة على الفترة الجاية طيب الآن بعد احتذار الكاردينال لرئاسة نادي الهلال في لينة التطبيع من الجاهزة الآن لقيادة المرحلة يعني في ظل الضغوط البعيشة للهلال الآن وهل سنشوف تكوين لجان مختلفة من قبل الاتحاد يعني؟ أو عموما عشان يترأسه نادي الهلال؟ والله فيه أيوه موجودة يعني عدد من الأسماء عندها رغبة من بينهم غياد شاب محمد إثمان الكوارتي لديه رغبة كبيرة ويتحدث عن إمكانيات مالية إنه غادر يرغوط للهلال في الفترة الجاية لكن لجنة التطبيع دائما مدتها غصيرة جدا ثلاثة شهور فأنا بأفتكر إنه الناس ما تحرق أو تستخدم كل الكروت مفترض إنه هذه اللجنة تغوض شخصيات تتميز بالخبرة بالكفاءة عشان ما تقدر تعملك نظام أساسي غياسي ترتب لجمعية عمومية وواحدة من الشروط إنه من يعمل في لجنة التطبيع مفترض ما يترشح في الفترة بتاعت الانتخابات أنا بأفتكر إنه الهلال يحفظ الأسماء الشابة محمد أسمان كوارتي أو غيره لفترة الانتخابات عشان ما يعني الناس ما تكشف كلها أوراقه ويجي في الفترة بتاعت التلاتة شهور دي تكون خصما عليهم لأنه ستكون فترة صعبة شديدة فأنا في تغدير إنه في أسماء يعني قديمة جدا عملت في الهلال لسنين من بينهم المهندز أبو حراز وشخصيات يعني كثيرة ممكن تغوض الهلال في المرحلة بتاعت التطبيع دي شنو الضابط اللي أنا قا تحتك عشان نشوف من يطراتنا النادي والله مهام اللجنة مثلا تتمثل في إعداد نظام أساسي فتح باب العضوية لأعضاء النادي الترتيب يعني اختيار لجنتين للجنة للانتخابات ولجنة الاستينافات عشان ما تشرف على الجمعية العمومية وتنتخب مجلس إدارة جديد فهذه اللجنة مفترض إنه يكون تعمل بحيادية ما يكون عندها مصلحة في الانتخابات الجاية وكده ولذلك نفترض يكون شخصي لا يرغى فيه الترشع للفترة الجاية برؤية فنية فرنسية مميزة منتخبنا الوطني بواصل الإعداد والآمال والأنظار تقديم مستويات مميزة جدا خاصة إنه المنتخب في الأولينا الأخيرة يعني واحد من الملفات المهمة اللي كانت مفتوعة فتح ملف المحترفين واضحة عندنا محترفين حنجي لموضوع الاحتراف لكن خلينا نتكلم عن إعداد المنتخب الآن نعم على غير العادة يمكن المنتخب في الفترة الأخيرة دي وجد اهتمام كبير جدا من غيادات الاتحاد السوداني لكرة الغدم على راسهم الدكتور حسن برقو بغم بمجهود كبير في توفير كل احتياجات الجهاز الفني واللاعبين الآن هو صباح اليوم كان عنده تدريب في ملعب الأكاديمية الآن هو بيمضي في فترة تحضيرات متغطعة يدريب كله 48 ساعة للجاهزية البدنية طبعا الاتحاد الأفريقي وضع قارضة المنافسات في الموسم وتقريبا السودان سيواجه منتخب غانا في فترة الأسبوعين الأوائل من شهر نوفمبر وقبل كده ستكون في فترة مباريات تحضيرية رجح منتخب تنزانيا ايوه 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 فيه منتخبات كثيرة تنزانيا زي ما قلتها والكاميرون ويعني فيه محاولات لغيام مباراة يديها في شهر عشر الجهاز إن شاء الله طيب يعني هذه الفترة طبعا عموما كل الأندي التي توقفت الآن فيه الشد والجذمة بين السمرار والمشاط الرياض الآن الدوري دور الممتاز يعني لكن عموما جاحت كورونا هي أثرة سلبا حتى على اللعيبة في أداء التمارين بصورة مطلوبة بدأت الاعدادات الآن هل ممكن نقول بنسبة كم من المنتخب جاهز يعني في الاعداد يعني لأنه كان في تخوف تصريحات برضو من المدربين نحن متخوفين تماما من النتائج الممكن تحدث بعد ذلك صحيح واضح جدا أن المنتخب هو أكبر المتضررين من توقف النشاط في السودان بشكل خاص يعني تعليغ منافسة الدور الممتاز حتى الآن يعني وضعت الجهاز الفني للمنتخب أمام تحدي صعب جدا في تجهيز اللاعبين للاستحقاغات المغبلة يعني البطولة لو كان ريعت في موعدة اللي هو خمسطاهر ثمانية كان ممكن تخفف من الأعباء الفنية لمدرب المنتخب تجهيز عدد من اللاعبين وتترك البسيط لجهاز الفني المنتخب لكن زي ما ذكرت أنه دي واحدة من الأضرار القسيبة السودان من جائحة كورونا توقف النشاط المحلي وحتى الآن لا أحد يعرف متى سيعود يعني المشاكل جميل مجلس يعود النشاط يعني ندع علامة الاستفهام وننظر ونقول أنه يجب أن يضع كل المسؤولية المنتخب الوطني لأنها مسؤولية كبيرة جدا ونريد بالمنتخب أن يبضي بعيدا في المنافسة القادمة المحترفين اللي تمت الاستعالة بهم في الفترة الأخيرة هل سنراهم مرة أخرى في المنتخب مع أن التجربة يعني بعض لم تخضع للتقييم لكن العارف يتحدث عن نجاحها ويبصن بالعشر على ذلك والله الخيارات بتاعة المحترفين أنا شايفها محدودة جدا استثناء مثلا محمد عبد الرحمن شرف الدين شايبوب دي الخيارات الممكن تكون موجودة في غاية المنتخب الوطني لأنه ناس متابعاها تلعب مع اندياته في المنافسات شايبوب كان في الدور التنزاني يشارك مع فريغ سينبا نحمد عبد الرحمن مع فريغ الجزائري بيلعب في الدور الجزائري قدم مستويات سجل أهداف دين ممكن تحتمد عليهم في المنتخب لكن أي خيار غير كده ممكن تبقى ماذا عن ياسين؟ يصندف من باب المجاملات لأنه حتى الآن ما أعتقد عنده بصمة واضحة مع فريغه في الدور اللي بيلعب فيه في الدور الروماني ما عنده بصمة واضحة ما عنده حتى أخبار متداولة عن مشاركته مع الناديه وكله يعني لكن ديلا ناس متاحين قريبين من الجهاز الفني متابع إعدادهم مبارياتهم مستوياتهم بيصهروا به في الدوريات شي متاح للجهاز الفني طيب نحلق الرياضة العالمية الدوري الاستثنائي الكام بالنسبة لدوري أبطال أوروبا كثير جدا من التقاطعات والأنديه اللي كانت على رأس الهرم هي سقطت وواصلت الأنديه اللي هي قادرة على تحقيق اللغة يعني المباراة الأخيرة بين باريس سن جرمان وما بين البايرون ميونيخ يعني اللي يتغلب البايرون واحد صفر مع باريس سن جرمان يعني المباراة دي كانت الأمل الكبير بالنسبة للبايرون أيضا وكانت باريس سن جرمان لأنه على مدى تاريخه يعني وصوله لهذه النقطة كان ممكن يكون محفز كبير جدا للانتصار لكن بإذا ويشوف أخرى نتكلم عن الاستقبال وتتويج نادي البايرون بهذه البطولة يعني الكبيرة وما المأمول برضو الاستفادة من طرق طريقة اللعب والظروف الاستثنائية اللعب في النادي والله زي ما ذكرت أنه ده كان موسم المفاجئات في عهد كورونا تراجعت الأندية التابعة في أكبر الدوريات الدوريات الأسبانية الدوري الإنجليزي كل أنديته تراجعت لمراكز غير المعتادة وصعدت الأندية من دوريات غير مشاهدة يعني مثلا الدوري الألماني الدوري الفرنسي عندما تغرن بالدوري الإيطالي أو الأسباني أو الإنجليزي ما مشاهد بنسبة عالية لكن أنديته أكدت جتارتها وحقيتها بالمنافسة أوروبيا وحتى الوصول لمنصات التدفيج ما قدمه بايرو منيخ في هذا الموسم جدير بالاهتمام والمتابعة أحبق نتائج مبهرة جدا في الموسم الحالي يمكن حقك 11 انتصار في طولة أبطال أوروبا وسجل 43 هدف استقبلت شباكه 9 أهداف حتى النتائج المبهرة الناس بتعرف الفوز على برشلونة 8-2 لكن سبغوا انتصار على بطل سيربيا 6-0 في مرحلة المجموعات وبايرو منيخ تقلب على توتنهام 7-2 أيضا في مرحلة المجموعات دي كله أنا بفتكرة أنه نتائج مبهرة غادة الفريق الألماني التي تتويج باللغبة السادس في البطولة الأوروبية نقطتين استطاع أنه يظهر ورغم ظروف الجائحة رغم التوقف اللاعبين لفترات طويلة جدا استطاع البافاري أن يصهر بلياغة بدنية عالية جدا يمكن يعني كانت عامل دفع كبير جدا بالنسبة للبافاري وكانت مفاجأة لكل الأندية التي واجهتهم حتى باريسا جرمانا الذي وصل للمباراة هي لم يستطاع أن يصمت يعني أمام اللياقة البدنية العالية المستوى العالي في البطولة الجانب الآخر يعني نيوير احتفظ بشباكه ودائما يعني هذه واحدة من عاداته يقدم مستويات مهويفة مستويات مميزة جدا ويعني لم يحتفظوا فقط حتى أخذ الشباك معه بعد المباراة نيوير كل عام طلو الآخر كان العدد من الناس يحدثون بعد الإصابة والغياب لموسين كامل لن يعود كما كان لكنه عادي يعني ويصبح يقدم مستوى كبير جدا كما تعود الجميع منه نعم بخصوص الجوانب البدنية والفنية لفريق بيرو مينيخ يمكن استفاد كثيرا من استمرارية الدوري وعودته يعني بعد استغرار الأوضاع الصحية في ألمانيا ويعني خاطت كمية من المباريات في الدوري المحلي واستطاع أنه يتوج أيضا بلغب الدوري المحلي برصيد 82 نقطة دماركة مسجلة طبعا أيوة ماركة مسجلة بالنسبة لي وفيها تمييز أيضا يعني تويج بـ 82 نقطة فاس هي 26 مباراة عادل في أربعة وخصير في أربعة وأعتقد في تقديرينا هي كانت حجر الأساس للتدويج في البطول الأوروبية حتى على مستوى الأفراد بلو مينيخ زي ما ذكرت حقك إنجازات يكفي تدويج المهاجم البولندي ليفاندوسكي بلغب هداف أبطال أوروبا 15 هداف هداف أبطال أوروبا وهداف الدوري المحلي يؤكد هذا سيطرة الفريق الألماني وأحقيته بالتتويج على لغب الدوري المحلي وأبطال أوروبا وما زال بين مينيخ ينافس في منافسات غادمة كاس السوبر الأوروبي كاس العالم للأندية وأمامه مساحة لتحقيق الإنجاز يدي في زاوية أيضا المحترفين في باريس سن جرمان وغيرهم من اللاعبين مثلا نيمار أغلى اللعيب اللي تم الحصول عليهم واللعب في باريس سن جرمان لكن من خلال مباراة الأخيرة ضيح كثير جدا من الفرص ولم يصل إلى الشباك رغم الزخم الكبير جدا كانت الأنظار موجع على نيمار وأعيانه برضو من الفريق فنشوف الحجم المحترفين لو كون في النادي أصلا والعطاء المحدودة اللي بيكون داخل أرضية المرأة صحيح أنا باتفق معاك أنه باريس سن جرمان دخل المباراة تحت ضغطي كبير جدا ضغطي إعلامي وضغطي حتى غيابة جماهير يعني هو ما استفاد منه لدرجة كبيرة لأنه كان زي ما أقول تلك في ضغطي كبير عليه جدا جدا باعتبار أنه الشؤال الكبير لرئيس النادي والرائي الفريق وكده حتى السودانيين هنا تركيزهم كان في المباراة على فريق باريس سن جرمان أكتر من بايرومينيخ خبرة المنافسات كانت لصالح فريق بايرومينيخ المتمرس وصل النهايات 11 مرة في المغابل باريس هو أول نهاي له ويعتبر أيضا إنجاز لأنه من العام 1995 كان وصل الدور نصف النهاي وديه أول مرة في تاريخه يصل للمباراة النهاية رغم خسارة الكاس لكن باريس سن جرمان كسب الاحترام كسب الأنصار يكون جدد للغالع الفريغ الفرنسي في تقدير أنه ديما نهاية المطاف باريس غادر على أنه يحقق ما عجز عنه في السنوات الغالية أنا أقصد نيمار بالتحديد لأنه الأنظار كانت موجهة له رغم أنه تم جلبه بمبالغ كبيرة جدا على مستوى العالمي لكن على أرضية الملعب لم يقدم شيء شفناه ساخر من برشلونة عنده مباراة مع بايرون أيضا وصحيح ما يعني الناس كلها كانت متوقعة أنه نيمار رجح كفة باريس ويقودوا للتتويج بلغة الأبطال الأوروبا لكن في النهاية في فوارق تانية بتخصم وبتضيف لللاعب يمكن الاهتمام الإعلامي حتى تابعاً يمكن الطريقة الخاصة التي وصل بها نيمار لأرضية الملعب وهو يحمل ساون سيستيم خاص به وحاجز برغبة أنه يحتفل بايرون بعد التتويج وكده فواضح أنه كان في ضغطي كبير ضغطي نفسي على فريق باريس قبل المباراة نختتم ببرشلونة وبرشلونة المستقبة يعني بعد الهزيمة التاريخية وثمانية هدام في شباك تيريشتيغن أصبح الكل الذي يتحدث والكل يتابع عن طايمة برشلونة الجديدة من يغادر هناك بعض الأسماع رشحت كومان لديه خطب يبدو لبرشلونة في العامة القادمة نعم في أحد المدرب الجديد كومان كل شي متوقع رجل صاحب شخصية غوية رجل صاحب شخصية غوية لا تخترق أبداً وبعدين بالنظر للسنوات السابقة بتجد أن المستوى الفني لفريق بارشلونة يتراجع من موسم إلى موسم حتى بلغ زروته في هذا الموسم فالأمر يحتاج تصحيح فني كبير الواضح أن الفريق يحتمد مؤخراً على لاعب واحد هو ميسي ولو وجود سواريز يعني برضو ما لا يستطيع منافسة النجمة الأول هو ليون ميسي فيه تقدير أنه كل التغيير متوقع في فريق بارشلونة نحن نقدرين جداً زميننا سامد الراس على كل التحليل ده ومشاناً التغيير في مساحات أوسع وارحم نتكلم عن استئلاف النشاط الرياضي في السوداء تفاصيل وأحداث داخلية كتر خيرك شكراً جزيلاً شكراً لكم وشكراً لكل المشاهدين والتحية لكل الإصطافة العامل في برنامج صباح الشوء شكراً